اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بديوهفنا في هذه الفقرة الحنفي وإيشو الحنفي وإيشو النهاردة هكلمونا على أهم الأرقام والإحصاءات الخاصة بمباراة الأهل والهلال إزاك حنفي إزاك كابتن أخبارك كله تمام كله تمام الحمد لله إزاك إيشو كله كويس ردك كابتن هاني رمزي حيتنقش معاكم في بعض الأمور الفنية خلي بالكم كابتن هاني بقى إيه يعني فيه اختبارات النهاردة على الوصول والتحليل لكن طبعاً منوارينا ومطلقين دا ربنا يبريك ربنا يخليه كابتن طيب نبدأ بيك حنفي النهاردة كيف يفكر النادي الأهلي بكرة ونادي الهلال بشكل عام الأول بشكل عامة كابتن هي مباراة صعبة زي ما الناس كلها عارفة مباراة صعبة من وجه فريق السكواب بتاعه قوي فريق عنده إمكانيات وعنده كواليتي محترم جدا الأهلي كظروف مش أفضل حاجة عندنا بعض الإصابات أهم ثلاث لعيبة مش هيشاركوا أو من أهم ثلاث لعيبة كابتن محمد شناوي وأكرم توفيق إصابة وبيرسا والثلاثة دول مش حاجة قليلة في سكواب النادي الأهلي ولا في الاستراكشور بتاع النادي الأهلي فعندنا غيابات بدنياً اللعيبة الدولية مش أجهز حاجة مش مية في المية جاهزين بدنياً عكس فريق الهلال ما عندهش أي غيابات فريق جاهز للبطولة تماماً دي أول ميدالية بالنسبة له هيحققها في البطولة فهي بالنسبة له تحدي كبير ماتش صعب بس أنا ضد نغمة التخويف الأهلي بشخصيته بروحه بالسكواد الموجود من مستر بيتسو موسماني القادر دايماً أن يكون لي كلمة قوية في المباريات الكبيرة بيتسو موسماني منذ ما جيئوا للنادي الأهلي مخسرش غير ماتشين كبار بيرنم يونخ في دور قبل نهائي في كاس العالم السنة اللي فاتت وبالمرس السنة دي في قبل نهائي جميع المباريات الكبيرة اللي خادها مستر بيتسو موسماني كان ليه الكلمة فيها وكان النادي الأهلي ليه الغلبة النادي الأهلي يقدر بلعبته يقدر بروحه يقدر إن شاء الله بإذن الله بستر بيتسو موسماني بإذن الله قادر إنه هو يقدم جيم مع الفريق الموجود ومع الليبة الموجودة يكون قوي بإذن الله الأهل إن شاء الله بإذن الله قدامه ماتش ميس سهل بس لازم ندعم الفريق دوت ولازم يكون عندنا ثقة كافية في اللعيبة توصلهم أنوا قادرين تمثلوا النادي الأهل وقادرين تشرفوا النادي الأهل إن شاء الله بكرة في درب عروي عربي ميس سهل درب عروي عربي قوي جدا قدام فريق من رأي من أقوى فرق أسيا